موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وخاصة من برنامجكم أبعاد معرفية اليوم نحن هو الأستاذ الدكتور حميد مهاجراني للحديث عن الترجمة ذلك العالم الذي يجمع الآخرين والمتفرقين ضمن بوتقة إنسانية أهلا بكم وأهلا بك سيد كريم شكرا لقبول الاستضافة في بلدك العراق شكرا سيد معرفتكم ومشاركتي في هذا المحرجان العزيز عدت من دبائب فخري وببائف سروري وأنا سيد جدا بمشاركتي في هذا المحرجان في العراق العريق والسلام من إيران الأكملية الهضارية إلى العراق العريق السومرية البابلية ولد الأستاذ الدكتور حميد رضا مهاجراني عام 1965 في إيران وحصوله على شهادة الدكتورة في اللغة العربية وأدى بها مكنه من تدريس الطلاب في مرحلة الماجستير في جامعة العلامة الطباط بائي بطهران فضلا عن تدريس مادة الترجبة وطوال عشر سنوات نجح الدكتور حميد مهاجراني بترجمة عشرات الروايات العربية المعاصرة إلى اللغة الفارسية سيد الكريم حينما نتحدث عن الترجمة ذلك الأفق الواسع الذي يؤاخي المتفرقين في اللغة والتأريخ وفي الطبائع متى بدأ الترجمة الأولى في الحرف الأول تأريخيا؟ نعم تعود جذور الترجمة من الفارسية إلى العربية ومن العربية إلى الفارسية إلى الفترة الساسانية عندما قام المترجمين آنداك به ترجمة كتب المعلف في الفترة الساسانية المسمى بطاج نامه وآئي نامه نعم وكثير من المترجمين قاموا بترجمة حاضرين الكتابين إلى اللغة الفارسية إلى اللغة العربية عفاً لتعارف الحضارات والثقافات بينهم وحنا تجدر الإشارة إلى قصة تاريخية أميغة جداً نعم مهم هنما شارك الأكثم ابن سعيفي في قصر خسر وبرویز وقام بإلغاء خطابته نظر خسر وبرویز إلى أكثم ابن سعيفي وقال لولم يكن في العرب غيروك لكفاخ وهذا خير ودليل على معرفة السلاطين الإيرانيين في الفترة الساسانية للغة العربية حتى يقول خسر وبرویز به شأن كلام الأكثم ابن سعيفي هذا الجملة الجميلة جداً ونحن بسفتنا المترجمين نلعب دور الجفر المتواصل بين الثقافات حوار الحضارات ولكن هناك حالة من الترجمة وهي الترجمة المنقولة عن وعن ألف ليلة وليلة ذلك الصرح العربي الإسلامي المتداخل بين الثقافات ما بين الهندية والفارسية والعربية العباسية ثم انتقلت إلى مصر والمغرب العربي وحتى وصلت إلى دول الغرب كيف تنظر إلى الترجمة هل تغيرت وهل هناك فرق بين الترجمة الحرفية والترجمة المزاجية أو الأطور العام التي تأخذ الفحوة؟ كل المترجمين در مقام به ترجمة قصة أو رواية على سبيل المثال وللحصر إلى مثلاً كليل ودمنة أو إلى الف ليلة و ليلة نظر إلى الظروف الثقافية الحاكمة في بلادهي بل أجل الانتباق بين تلك الثقافتين يدخل بعض الإضافات إلى ترجمته حتى يفهم المتكلمين باللغات العجنبية والذين ليس لغتهم العربية أو الإنجليزية أو ما إلى ذلك حتى يفهم معنى وأمقى هذه القصة وما تبقى في بطن هذه القصة لانتقالها إلى اللغة الأخرى هم الصفات الموجودة في المترجم حتى يتمكن من أدوات الإبداعية؟ ما هي برأيك؟ في رأيك كما طالماً أنسخ وطلاب في فرع اللغة العربية وعادة بها فرع ترجمة أنسخكم نقطة الحامة بالنسبة إلى المترجم أنسخكم نقطة الحامة بالنسبة إلى المترجم مثلاً أقول المدبلجين في الأفلام السينماية أو في المسلسلات الأجنبية كيف يتكلم باللغة العربية أو باللغة الفارسية بدلاً من الفنان في تلك المسلسلات أو الأفلام السينماية دور المترجم دور المدبلج يعني عندما أقوم به ترجمة مثلاً آثار الدكتور يوسف زيدان عندما يغرالغار الإيراني يحس أن من يتكلم عبر تلك الكلمات و هذه الصفحات معهو خوبه يوسف زيدان يتكلم باللغة الفارسية و لا مترجم و هذا شيء خام كشف اللح و أيضاً كشف أساليب الكتاب عند الكاتب هذا نقطة خامة بالنسبة إلى ترجمة لاسية ما في مجال الروايات نعم سنتحدث عن مجال الروايات و عن الأطر الفكري التي قمت أنت بترجمتها و الحديث عنها ولكن بعد فاصل أحبائي الأكارم انتظرونا بعد فاصل و نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور مهاجراني انتظرونا أهلاً بكم أحبائي نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور حميد مهاجراني للحديث عن فن الترجمة فأهلاً بكم وأهلاً بك سيد الكريم برأيك أهم الأعمال الفنية و الشواخص الإنسانية التي ترجمت بين الحضارة العربية و الفارسية ما هي؟ نعم لبر الرسل رسالة قسيرة المسمت بإدراك التاريخ هو في رسالتك تلك تغسمت الحوادث التاريخية إلى عدة أقسام منها الحوادث الحقيقية و الحوادث غير الحقيقية مثل الحرب العالمية الأولى مثلاً نراجع إلى القصص الموجودة في كتاب المثنوية المعنوية أو كتاب مقامات الحريري أو كتاب مثلاً البخلال الجاهز البسري و يقول الرسل إن الناس يعلمون كل العلم إنما يقرؤون عبر تلك الكتب القصة ليس بالحقيقية ولكن العجيب إن إقبالهم إلى تلك الحوادث و تلك الروايات التي تنقول الحوادث غير الحقيقية أكثر بالنسبة إلى إقبالهم إلى الحوادث الحقيقية لماذا؟ سؤال مهم هذا نعم يقول الرسل إثباتاً لما أدعي علينا الإناية إلى المحلات التجارية للبيع الكتب مثلاً شعر المتنبي أو مثلاً إلى المعارض الدولية للكتاب نقول إن كتب القصة في تلك المعارضات تلك المحلات تلعب دور القلب و يقبلون الناس إلى تلك الكتب أكثر بالنسبة إلى كتب أخرى لماذا؟ يقول الرسل لأن الناس يبحثون عن الحقائق المفقودة أبر تلك الكتب أبر كتب الرواية أبر كتب القصة جميل لأنهم يبرزون الحقائق المفقودة أمام عيون الناس سيد كريم ولكن أنت مع اشتغالاتك الأكاديمية استطعت اختراق الحدود الفاصلة بين البلاد إيران بما تحملها من ثقافات إلى العرب و اخترت بجموعة كبيرة و مهمة من الكتب كيف تختار الكتاب الذي تنوي أن تقوم بترجمته؟ هل الكتاب يفرض عليك؟ يطلب منك؟ أم أنت تتسيد المعنى وتبحث عن الكتاب؟ أنا أخطار الكتاب للترجمة عند نفسي أولا والثاني بعض الكتاب العرب يتسلون بي و يطلبون من ترجمت رواياتهم مثل ما فعل سعادة الأستاذ بروفسور وسيني العارج و سعادة الدكتور يوسف زيدان قناتوش در الإشارة لسعادة دكتور يوسف زيدان روايتون جميلتون اسمها البراق عمال العلا تحت طب في مصر عندما تمت روايته أرسل إلي ملفها في PDF و قال حميد حاليا تمت هذه الرواية و أنا أطلب منك ترجمته إلى اللغة الفارسية حتى نعرضها في محلات الكتب و في المعارض الدولية جنبا جنب باللغة الفارسية و باللغة العربية وأنا أعتني إناية تامة إلى آثار أفضل روايات العرب لاسي ما الذين نالوا إلى جايدة بوكر العربية مثل محمد حسن علوان و كتابه موت سغير مثل كتاب عزازيل الأستاذ يوسف زيدان وأنا قلتو لدكتور يوسف زيدان إن عزازيل كان صاحبية السجن لأنني قمت بترجمته عندما كنت في زنزانة العزل الانفرادي و قمت بترجمته في تهران هنا يستوقفني الأستاذ يوسف زيدان هو محل جدلية فكرية في العالم العربي نعم و آراءه مبنية ما بين التقديس لمريديه و ما بين التكفير للآخرين هناك عدم الفكر يثار بالفكر ولكن بعض الإشكاليات التي تحدث مع الأستاذ يوسف زيدان تجعله محل قلت أنك كنت في الزنزانة الانفرادية ألا تخشى أنه كتبه الأستاذ زيدان تؤدي بك إلى زنازين أخرى الإجابة بعد الفاصل أحباء الأكارم انتظرونا بعد فاصل وواصل حديث مع الدكتور مهاجراني انتظرونا أهلا بكم أحبائي نواصل حديث مع الأستاذ الدكتور والمترجم الإيراني حميد مهاجراني في حديث الفن فن الترجمة تابعونا أهلا بك سيد الكريم حينما أتحدث عن الأستاذ يوسف زيدان و قلت أنه يوصلك إلى الزنازين ربما كيف خرجت من هذه البوتقة؟ أنا على أتم الاستداد بالنسبة إلى دخول في السجن أو نفع عن البلد بسبب أعمالي المترجمة لأنني لدي رسالتون ومحمتون و المحمت الرئيسية نظرا إلى ابن الهضارتين الهضارت الإيرانية العريغة والهضارت الإسلامية السامية المحمت الرئيسية هي نشر ثقافة القصة و كما تعلم القصة حسب قول مولانا جلال الدين الرومي هي شفاء و دائنا كما انشده في بيتين بازگو تا قصة درمانها شود بازگو تا راحت جانها شود بازگو كاز ظلم آن استمن ما ست هزاران زخ دارد جان ما لدي محمتون ثقافية وهي نشر الحقیق لكن خلال هذا النشر لربما هناك جملة يوردوها المؤلف تلتبس عليك في الترجمة أو تحاول أن تغيرها لتناسب الفهم والذائق الفارسية هل تراجع صاحب الترجمة صاحب المؤلف؟ طبعا 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 هل حدث ذلك معك؟ يعني أنا بصفت المترجم أمين جدا في عملي عندما تلتبث جملتون أو مثلا توجد فيه اشكالية أو ألاحظ فيها صعوبتون بالنسبة إلى ترجمة هي للغا الفارسية أو نغل هي للغا الفارسية أو كمانا؟ بالنسبة إلى المصطلحات مفردات أو مثلا معنى الجمله نعم سعد تصل به الكاتب دون أي تردد و أسأله سعدت الدكتور ما هو المراد من هذه الجمله حل دهي اذن نغيرها به هذا الشكل حتى تنتبق إلى ضائقة القراء الفارسية هو يقول نعم لا بس أو يقول لا كلا فقط انتقلها وفق ما ذكرتو و كتبتو في روايتي عند ذلك أراجه إلى الملاحظات في تلك الصفحة و أشراه شئاً باللغا الفارسية بالنسبة إلى تبعين معاني تلك الجمله أو المفرده وخونا بالمناسبة أقول كثير من المفردات العربية التي توجد في الفارسية بذات المعنى؟ نعم بذات المعنى مثلاً عندما كنت ترجم رواية الوراغ عوال العلا وسلت إلى هذا القول المعثور عند إخواننا المصريين وهم يقولون من يخرج من كارهي يقل مقدارهي هنا كلمة كار أصلها فارسية بمعنى عمل اختصاص يعني من تخلف عن اختصاصي و من خرج عن عمله العاصلية يقل مقدارهي عند الناس هل ترجمت من الفارسية إلى العربية؟ من الفارسية إلى العربية لا لا اختصاصي فقط من العربية إلى الفارسية ما سبب انها الانتقال من وإلع؟ لا أجد وإجادة تامتاً بالنسبة إلى انتقال المفاهيم من الفارسية إلى العربية مثلاً إذا أقوم به ترجمت آثار احتل كتاب الروايات الإيرانية مثل أستاذ محمود دولت آبادية و أحمد محمود إلى اللغة العربية توجد فيه صعوبات كثيرة بل عجل هذا لم أقوم بترجمة من الفارسية إلى العربية إناية إلى صحة العمل بل عجل هذا أعتني إناية تامة إلى ترجمة من العربية إلى الفارسية و حتى الآن ترجمت أكثر من واحد وعشرين رواية من الروايات العربية المعاصرة تخصصت في الرواية العربية تخصصي في الرواية لا تذهب إلى المجال العقائدي أو الفكري أو التاريخي لا 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 تذهب إليك أبدا هل هناك رواية معينة وجدت أن ترجمتها فيها نوع من الركة كنت تتمنى أنه تعيد صياغتها لغوية مرة أخرى؟ مثلاً بالنسبة إلى كتاب الرواية طيف الحلاج من مقبول العلوية من كتاب السعودية و رواية بريد الليل خدا برکات مثلاً حاضر روايات إلى طبعه ثالثة و الرابعة و حتى الخامسة وبعنه راجعت إلى ترجمة الأولى مرة أخرى و أغير بعض الجملات و قدمتها إلى دار النشر ما هو المشروع الذي بين يديك الآن؟ مشروع حالياً بين يديك الآن رواية آزف البكاتيلي لأستاذ وسيني الععرج و كاد علاوة شكل نحاية و أقدمها إلى دار النشر مرواريد في إيران و تمت اتفاق تابعها بيني و بين دار النشر حتى المجتمع الثقافي والشارع الثقافي والشعبوي الإيراني هل يتقبل المنتج الثقافي العربي؟ تابعاً الروائي تحديداً؟ تابعاً بعض الروايات مثلاً رابع أول خامس لماذا؟ لعض العناية القرآن الإيراني هل يتقبل المنتج الثقافي العربي و حالياً في الجامع كثير من طلاب الفر اللغة العربية و عدابها في مصطفى مجلس و في مصطفى دكترا تعتني إلى ترجمة الروايات إلى اللغة الفارسية لأطروحات و دراسية جميع اقبالهم جميل جداً كلمة أخيرة عبر الفضايا العراقية لمن توجهها؟ الشعب الإيراني؟ تتكلمة نعم نعم الشعب الإيراني يعني أنا الشعب الإيراني يعني جارنا نتنسك بقول مأثور بشعر الشعب في الإراق علابي 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 حبك يجرخ و يدابي ما معنى الدار و ما معنى الدور الدار يعني الوطن والدور يعني الجار أحسن شعب الإيراني دورنا و نحن دارها أهلا بك اشتركوا في القناة